من جديد أهلا بكم في الشأن السوري قضى الجيش وحلفاءه على آخر معاقل النصرى في الريف اللاذقية الشمالية وبالتوازي تمكنت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربية من استعادة مناطق جديدة من تنظيم داعش بريف حلب الشرقية فيما تقترب مدينة الشيخ مسكين بريف درعاء من الحسم استعاد الجيش السوري وحلفاءه بلدة ربيعة آخر معاقل النصرى فرع تنظيم القاعدة في سوريا وحلفائها من الجماعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي بعد اشتباكات ضارية ترافقت مع غارات مركزة للطيران السوري والروسي على مواقع النصر والمسلحين وأغلبهم من الحزب التركستاني المدعوم من تركيا وقالت مصادر ميدانية إن حالات من الفوضى دبت في صفوف النصر والمسلحين شهدت على إثرها مجموعات منهم تفروا باتجاه توروس والأراضي التركية لكنهم اعترضوا من الجيش التركي الذي انتشر على طول الحدود وأقفلها لمنع دخول المسلحين إلى ذلك قال مصدر حكومي إن وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي فرادت السيطرة على قريتي تل الحطابات وقطر بريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش أسفرت عن توسيع السيطرة بمنطقة مطار كورس العسكري والتقدم نحو مدينة الباب التي تعد معقل التنظيم في ريف حلب فيما أشار ناشطون معارضون إلى ارتفاع عدد قتل الجماعات المسلحة وأغلبهم من النصر فرع تنظيم القاعدة في سوريا خلال اشتباكات مع الجيش السوري في مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية بريف درعا وسط غارات للطيران الحربي وقصف مكثف على مواقع المسلحين ما أدى لسيطرة الجيش على مزيد من المواقع والأبنية والشوارع في المنطقة وبالتوازي قال مصدر حقوقي إن اشتباكات اندلعت بين مسلحي اليرموك ومسلحي حركة المسنة في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين اشتركوا في القناة